السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجتماع طارق واستثنائي بوزارة الصحة بسبب ارتفاع عدد الإصابة بكورونا في الجزائر سوف أنشر لكم هذا النص الكامل لبيان وزارة الصحة نظراً للوضعية الوبائية التي تعرفها الجزائر وبالخصوص وليت الجزائر العاصمة ترأس رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابع التفشي وباء كورونا كوفيد-19 اجتماع طارق استثنائي جمع إطارات الإدارة المركزية ومدارة المؤسسات الاستشفائية لولاية الجزائر وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة أن الاجتماع يأتي قصد الإسراع باتخاذ الإجراءات استباقية ضرورية للتكفل بمرضى كوفيد-19 في أحسن الظروف بعد الارتفاع المحسوس للإصابات الذي شهدته البلاد الأيام القليلة الماضية خلال هذا الاجتماع وقف رئيس اللجنة العلمية على آخر مستجدات الوضع الوبائي للإصابات في البلاد كما أسد جملة من تعليمات سارمة تتمحور في تعزيز الوسائل اللوجيستية والتقنية والبشرية المتمثلة في رفع عدد الأسرة في المستشفيات بما فيها وحدات العناية المركزة توفير مادة الأكسجين وكذا الأدوية الضرورية للعلاج وهذا للاستجابة بفعالية لأي وضع طارق كما أمر برفع وطيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بارك الله فيكم وسلم عليكم